السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتم المرة تشاهدون القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام there is there are كما نعلم في بداية تعلم أي لغة في العالم نبدأ بالتحدث عن الأشياء التي تحيط بنا واستخدام الجمل البسيطة يعتبرنا الدروس السهلة لكن نفس الوقت مهم جدا هذا الدرس إذن الفرق بين there is there are there is بمعنى يوجد وأيضا there are يوجد لكن الفرق there is يأتي بعدها مفرد there is a bird هناك طير أو عصفور there is a bird in the tree يعني هناك عصفور في الشجرة أو يوجد عصفور في الشجرة اللاحظة استخدمنا a نقصد بها one ممكن أن نقول there is one bird in the tree أيضا يوجد عصفور واحد أو طير واحد في الشجرة أو ممكن نستخدم there is بعدها an كما قلنا an بمعنى one وأيضا an one there is an onion in the fridge إذن يوجد بصلة في الثلاجة أو نقول there is one onion in the fridge يوجد أيضا بصلة واحدة في الثلاجة there is an onion in the fridge طبعا استخدمنا an قبل كلمة onion لماذا؟ لأنه تبدأ بحرف صوتي الحرف الصوتي كمان أعلم o u a i e إذا كانت الكلمة تبدأ بأحد الحرف الصوتي هذه نستخدم an مع ذلك نستخدم a في كلمة an apple an apple لاحظ a نستخدم an a book حرف ساكن استخدم a إذن كما قلنا there is بمعنى يوجد there is an onion in the fridge نفس الجمل اللاحظ there is there is a استخدمنا an لماذا a بمعنى one لماذا an بمعنى one ال b ساكن استخدمنا a o صوتي استخدمنا an لكن a و an نفس المعنى بمعنى واحد اللاحظ end in the tree fridge لاحظ تركيبة جملة نفسه there is a bird in the tree there is an onion in the fridge تحويل الجمع is تصبح r بحالة الجمع there are a تحول إلى الجمع ممكن نقول two three four وهكذا اذا there are three birds in the tree اذا هناك ثلاث طيور او عصافير في الشجرة فقط فقط استبدلت is وضعت بدلا عنها are ايضا a حذفتها وضعت بدلا عنها three لماذا لانه r جمع نستخدم بعدها يكون الرقم ايضا بحالة الجمع او ممكن بدل a استخدم رقم او يكون some يعني there are some birds in the tree هناك بعض العصافير او الطيور في الشجرة يعني لا نعرف عددهم نستخدم some اذا نسمى بعض الجملة هذه ايضا بدلا عن there is استخدم there are there are ايضا نحذف and نضع رقم there are four onions اذا هناك اربع بصلات in the fridge هناك اربع بصلات في الثلاجة ايضا بدل is وضعنا are بدل and وضعنا for وكملنا الجملة كما هي ممكن بدل عن for اضع some يعني بدل for استبدل ها ب some there are some onions in the fridge هناك بعض البصل في الثلاجة نريد ان نشكل السؤال فقط نضع is في بداية الجملة there is a bear تصبح is there a bear in the tree ونحن هالجملة ب question mark ونترجم is there هل يوجد صفور في الشجرة او هل هناك صفور في الشجرة انتهي هنا there are نضع are في بداية الجملة تصبح are there نستبدل some be any are there any or are there any birds in the tree هل هناك اي عصافير او طيور في الشجرة هنا هل هناك عصفور في الشجرة انتهي هنا فقط وضعت is there is في بداية الجملة are في بداية الجملة واستبدل some be any لانه انا استخدمها اثناء any اثناء السؤال اثناء الاجابة دائما وابدا لدينا yes او no يعني نعم يوجد او لا يوجد is there فقط نقلب اول كلمتين سؤال yes there is no there isn't بهذا الشكل yes there is no there isn't نعم يوجد كلا لا يوجد ايضا بحالة are there نجيب yes او no yes there are نقلب اول كلمتين switch نقلب هم yes there are no there aren't yes there are no there aren't يعني نعم يوجد كلا لا يوجد اذا اثناء تشكيل السؤال فقط نضع is وار في بداية الجملة واثناء الاجابة is there تصبح there is وare there تصبح there are يعني نعم يوجد او كلا لا يوجد لتشكيل النفي ايضا بعد is نضع not اداة النفي not يعني تصبح isn't بشكل مختصر او نستخدم aren't بهذا الشكل يعني there is تصبح there isn't a bear يعني لا يوجد عصفور in the tree لا يوجد عصفور في الشجرة اذا isn't يعني is not اختصرها ب isn't لانا عدنا not بدلا عن حرف ال-o نضع ابستروفي t بحالة are ايضا بعد are اضع not تصبح there aren't there aren't بدل some ايضا نستخدم any يعني بحالة السؤال والنفي نستخدم any any يعني يعني there aren't any يعني لا يوجد اي birds اي عصفور in the tree في الشجرة ايضا بعض there is there is نستخدم a lot of يعني there is a lot of sugar in the tree يعني يوجد او هناك كثير من السكر في الشاي لاحن استخدم a lot of بمعنى كثير من يأتي بعدها غير معدود يعني كيف غير معدود لا نصلا نعد لا نقول two sugars three sugars اذا استخدم a lot of كثير من مثلا a lot of water كثير من الماء a lot of rice a lot of oil اذا هاي نسميها اسماء غير معدودا استخدم a lot of ممكن شخص يقول a lot of جمع استخدم is لماذا لنعدنا شغر نعمل معاملة المفرد there is a lot of sugar in the team ايضا there are نستخدم بعدها a lot of there are a lot of يعني كثير من cars there are a lot of cars in the street يعني هناك الكثير من السيارات في الشارع ايضا استخدم نلاحظ a lot of جاء بعدها نسميه countable noun يعني اسم معدول مثل cars books boxes students وهكذا يعني اسمها بحالة الجمع نستخدم معها s الجمع او ممكن كلمة people children ايضا هذه جمع لكن ليست منتهي ب s there are a lot of people in the street there are a lot of children in the street وهكذا يعني lot of ممكن يأتي بعدها اسم يعني غير معدود يعني غير منتهي ب s او يكون منتهي ب s يكون اسم جمعي لكن عامل الغير معدود معاملة المفرد there is a lot of sugar in the tea لاحظ كيف نستخدم there is there are لدينا two cats قطتين بهذا الحال جمع عنده نستخدم there are there are two cats some books ايضا جمع نلاحظ جمع نستخدم there are some books يعني يوجد بعض الكتب امام with a hat رجل بقبعة ويرتدي قبعة اللحظ a مفرد عنده نستخدم there is there is a man with a hat any people اي ناس اللحظ موجودة any بحالة النفي نستخدمها there aren't any people يعني لا يوجد اي ناس any water ايضا لاحظ any بحالة النفي نستخدم is there isn't any water لا يوجد اي ما لاحظ water كما قلنا غير معدود يعني غير متهب is عنده اذا نستخدم is بهذا الحال لا نقول there لا نقول there aren't any water اذا هذا خطأ اذا نستخدم is نعمل معاملة المفرد يعني is مع المفرد لدينا are مع الجمع لدينا there are يأتي بعدها some او يكون عدد two three four five وهكذا ايضا نستخدم بعدها a lot of is بعدها مفرد نستخدم بعدها a او an ايضا ممكن نستخدم معها a lot of بحالة النفي نستخدم any اذا كان غير معدود ايضا بحالة النفي نستخدم ايضا any النفي او السؤال بهذا الشكل نهي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الفرق بين استخدام there is و there are في اللغة الانجليزية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو اتنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس وضع لك الفيديو ومشاركة الفيديو بين الاصدقاء دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا